في بلد يطفو على بحر من النفط يضطر ثلث سكانه للاقتراض ليأكلوا بسبب فساد السلطة يقول المراقبون أن انتخابات مجالس المحافظات في العراق ليست سوى وسيلة للأحزاب الحاكمة وميليشياتها لتعزيز حضورها بحسب تقرير لوكالة فرانس براس الفرنسية التي نقلت عن مراقبين وباحثين قولهم أن الإطار التنسيق الحاكم سيبتلع عشر محافظات من أصل خمسة عشرة محافظة مشمولة بالاقتراض حتى وإن كانت نسب المشاركة ضئيلة وعدد المقاطعين كثر ممن عزفوا عن إتمام تحديث بطاقاتهم البيومترية وفق ما أقرت به مفوضية الانتخابات بسبب المحاصصة الطائفية واعتماد نظام سانت ليغو فمن أصل سبعة وعشرين مليون عراقية حق له التصويت فإن خمسة عشر مليون ليشاركوا في الانتخابات منهم عشر ملايين لم يحدثوا معلومات بطاقاتهم الانتخابية فيما أهمل خمسة ملايين آخرون استلام بطاقاتهم وكل هؤلاء يشكلون ما نسبته ثلاثة وخمسون في البيئة من عدد الناخبين الكل فضلا عن المقاطعين من التيار الصدري وأنصاره وناشطي تشرين وآخرين من الحراك المدني أعداد كفيلة بإسقاط شرعية أي نظام سياسي في أي بلد في العالم تحترم فيه أصوات شعوبها التي تنادي بالتغيير وإنهاء سطوة أحزاب تسببت بكل هذا الخراب والفساد في العراق فخلال الأسابيع الماضية اكتض الشوارع بغداد والمدن الكبرى باللافتات الانتخابية وصور المرشحين والكثير منهم تم تمزيقه في انعكاس للشعور العام بالاستياء وخيبة الأمل مع بقاء نفس الوجوه السياسية في سدة الحكم الوكالة الفرنسية نقلت عن رافض هذه المجال استأكيدهم بأنها أوكار للفساد وتخدم مصالح حزبية خاصة وهو ما يفسر حجم التهافت من قبل الكتل السياسية على الاستحواذ على مقاعد مجالس محافظات خصصت لها موازنات مالية ضخمة كان من المفترض أن تنفق على مشاريع خدمية واستثمارية قبل أن يتبين إهدارها لتريليون دينار خلال بضع سنوات على مشاريع وهمية وعمليات غسيل أموال في محافظات حطمت بناها التحتية وسكانها يعيشون تحت وطأة الفقر والبطالة وهو ما جعل معظم العراقيين يسخرون من الوعود العريضة لمرشح هذه الكتل في انتخابات المحافظات والذين سيغيبون عن ناخبيهم بعد فوزهم ويقول الناشطون العراقيون أن النظام السياسي الفاسد والقائم على المحاصصة لن يسمح بأي عملية إصلاح وتغيير رغم الشعارات التي يملى ضجيجها فضاء العراق